بيواصل المصريين في الداخل اليوم لحد الإدلاق بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تاني أيام التصويت بينما بيستمر تصويت المصريين في الخارج في آخر أيام الاستفتاء عملية التصويت على التعديلات الدستورية انطلقت إمبارح على مستوى المحافظات وبشرة اللجان استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاق بأصواتهم في الاستفتاء واللي بيجرى تحت إشراف قضائي كامل وبتستمر فعالياته على مدار ثلاث أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني وسائل الإعلام المحلية والدولية بيحقل التصويت في الاستفتاء حوالي 61 مليون و344 503 ناخب وناخبة وده إجمالي المواطنين البالغين 18 عام بنسبة 50.37% رجال وكمان بالنسبة للسيدات 49.63%